النمسا تشدد قواعد لم الشمل وسط احتجاجات واسعة من السوريين مقاطعة فرال بيرج تفرض على طالب اللجوء عقد الاندماج الالزامي النمسا تحذر من التسلط الروسي قبيل انتخابات البرلمان الاوروبي جامعة فيينا مطالب الخلافة في المانيا هي دعوة للعبودية وارتفاع حالات افلاس الشركات خلال الربع الاول من العام 2024 واخيرا مخاوف من انهيار النظام الصحي بسبب نقص الاطباء مشاهدين الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الاخبار لهذا اليوم اعلن وزير الداخلية النمساوية جيهارد كارنر عن تجديد قواعد لم الشمل اعتبارا من الاسبوع المقبل للحد من الاحتيال حسب وصفه من غير موافقة شريك الاتلاف حزب الخضرة وستشمل التغييرات زيادة اختبارات الحمض النووي الى 50% واجراؤها في السفارات النمساوية مع تحمل طالبي لم الشمل تكلفتها البالغة 250 يورو واستردادها فقط في حالة كانت النتائج ايجابية وسيطلب ايضا منهم شهادات الميلاد والزواج وتظاهر اليوم المئات من السوريين امام وزارتي الداخلية والخارجية للمطالبة بتحسين ظروف لم الشمل العائلات الهاربة من الحرب سواء. سواء chic المطال، وزارة والتحسين ازارة الخضرة أيضا. ومدونة السلوك للاجئين اعتبارا من الاول من يوليو المقبل لتكون الولاية الاولى في النمسا تفعل ذلك وتطلب المدونة التزاما بالقيم الاساسية وتعلم اللغة الالمانية والمشاركة في اعمال تطوعية ويعرض الانتهاك الى تقليل المساعدات الاجتماعية وبالمقابل سيتم منح مبلغ 110 يورو للملتزمين وقال حاكم الولاية ماركوس فيلنر انه في الوقت الحالي لا توجد تهديدات بفرض عقوبات وهم يريدون في البداية مراقبة مدى قبول هذا النموذج لبضعة اشهر وشدد هو ومستشار الاندماج كريستيان جاثنر على انه من المهم ان تأخذ مخاوف السكان على محمل الجد حذر الرئيس النمساوي اليكزندر فاندا بيلن من التهديدات الروسية مع الاحتفالات بيوم اوروبا ووصف هذا اليوم بانه ساعت ولادة الاتحاد الاوروبية واكد فاندا بيلن على اهمية اختيار المواطنين في الانتخابات البرلمانية الاوروبية ودع المستشار النمساوي كارل نيهاما لتعزيز مشاركة النمسا في الاتحاد وحماية القيم الديمقراطية واكد على اهمية الاحتفال بيوم اوروبا للتذكير بضرورة حماية الديمقراطية والتزام النمسا بتعزيز دورها في الاتحاد الاوروبي قال استاذ الفكر الاسلامي في جامعة فيينا عدنان اصلان ان الاحتجاجات المطالبة باقامة الخلافة في المانيا واوروبا تعبر عن العبودية والاستبداد وليس عن حرية الدين وابدأ اصلان قلقه من تصاعد التطرف الاسلامي في اوروبا واعتبر هذه الاحتجاجات دعوة للقمع وانتهاك حقوق الانسان واشدد على ضرورة محاربة هذه الافكار بالحوار والتوعية ودع الحكومات والمجتمعات الاسلامية لمكافحة التطرف ونشر ثقافة التسامح والاحترام والى التربية الدينية السليمة وتعزيز القيم الاسلامية الحقيقية التي تحفظ على السلام والتسامح والعدل ارتفعت حالات الافلاس في النمسا خلال الربع الاول من عام 2014 الى اعلى مستوى منذ 2019 وفقا لبيانات هيئة الاحصاءات النمساوية وبلغت الحالات 1718 حالة بزيادة 30% مقارنة بنفس الفترة في العام 2023 وتأثر قطاع الخدمات بشكل خاص حيث سجلت 397 حالة افلاس تلاها البناء والتجارة بـ 330 و298 حالة على التوالي وسجل قطاع الفنادق والمطاعم 242 حالة وبالمقابل انخفضت معدلات تأسيس الشركات بنسبة 13% وبلغت 16000 تسجيل مع زيادة بنسبة 9% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي اظهرت ارقام حديثة ان النمسا تواجه ازمة صحية خطيرة تهدد بتفكيك النظام باكمله حيث تظهر الارقام اتساع الفجوة بين اطباء التأمين والاطباء الخاصين اصحاب الاختصاص وتتسبب الرواتب المنخفضة وشروط العمل السيئة والبيروقراطية في هذا النقص حيث تتفاقم الازمة بسبب نقص الاطباء المختصين بشكل عام مما يؤدي الى ارتفاع تكليف الرعاية الصحية ولهذا حذر الحزب الاشتراكي من انهيار النظام داعيا لاصلاح النظام الصحي لتجنب انهياره كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق انفوغراط على هواتفكم كنت معكم انا ممدوح مكين امسيا سعيدة ونهاية اسبوع سعيدة والى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة